واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للمتأثرين من السيول والفيضانات في السودان ضمن جهودها لتخفيف المعاناة التي نجمت عن الكارثة التي تأثرت بها معظم ولايات السودان وسيرت الهيئة خلال اليومين الماضيين قافلتين جديدتين من العاصمة الخرطومة إلى ولايتين نهر النيل والشمالية بالتعاون والتنسيق مع سفارة الدولة لدى الخرطوم والجهات السودانية ذات الاختصاص ووصلت مؤخرا إلى محافظة مروي بالولاية الشمالية قافلة الهلال الأحمر تحمل كميات كبيرة من المواد الإغاثية المتنوعة استفاد منها 19 ألف شخص في 13 قرية بالمحافظة في حين توجهت قافلة أخرى إلى منطقة الباوقة بولاية نهر النيل تحمل نفس المواد التي استفاد منها حوالي 3500 شخص هذا وشملت مساعدات الهيئة منذ بداية الكارثة حتى الآن أكثر من 20 منطقة في ثماني ولايات استفاد منها نحو 35 ألف متضررات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر